نواب رئيس مجلس حراك جديد يشهده مجلس النواب منذ أيام بهدف تشكيل لجنة تقصي حقائق في محافظة ديالا للوقوف على حقيقة الأوضاع فيها خاصة مع ورود تقارير وشكاوى متصاعدة حول الانتهاكات المتكررة وتغول الميليشيات والفساد المالي والإداري في مؤسساتها الحكومية وعمليات تغيير ديمغرافي وتلاعب بحقيقة ما يجري داخل قرى شمال شرق بعقوبة النائب عن ديالا رعد الدهلكي أكد أن الهدف من وراء تشكيل اللجنة هو الوقوف على أسباب الإخفاقات الكبيرة التي حدثت ولا تزال تحدث في المحافظة التي ذاقت الأمرين خلال السنوات الماضية سنوات حملت كثيرا من البؤس والحرمان والتهجير فضلا عن غياب الخدمات وأبسط مقومات الحياة على الرغم من الأموال التي صرفت هناك الدهلكي أوضح أن من ضمن عمل لجنة تقصي الحقائق إعادة النازحين قسرا مؤكدا أن بعض النازحين ممنوعون من العودة إلى مناطقهم بسبب وجود سلاح وقوة تفوق سلطة القانون النائب عن ديالا رياض التميمي أكد من جهته أن اللجنة التي جمع أكثر من سبعين توقيعا لتشكيلها ستدقق في واحد وستين ملفا تتعلق بشبهات فساد إداري ومالي واستغلال وظيفي وتجاوزات وانتهاك للحرمات وتغيير الديمغرافي وخروقات للتصميم العمراني فضلا عن عدم السماح للنازحين بالعودة والأتاوات وساحات الجباية هذا بالإضافة إلى القضايا الأمنية مبينا أن جهود تشكيل اللجنة يواجه ضغوطا سياسية من داخل وخارج ديالا للحلولة دون تحقيق أهدافها لا سيما فيما يتعلق بإعادة النازحين الذين أخرجوا من مناطقهم قسرا قضية تشكيل اللجان بات من الأمور الروتينية المتكررة في العراق لعل أخرها لجنة تقص الحقائق التي شكلت في مدينة الموصل وأسفرت عن نتائج قدمت كتوصيات للحكومة دون أن تسلم في تغيير واقع المدينة ويبدو أن ذات الأمر سيتكرر في ديالا فإذا تمت الموافقة على تشكيل اللجنة فإن أمامها عقبات كثيرة ابتداء من اختيار عناصر كفوء ونزيها وعدم وجود عراقيل لعملها والخروج بنتائج ومقررات فعالة وإلا فإنها ستبقى مجرد حبر على ورق ومادة للاستهلاك الإعلامي لا تسمن ولا تغني من جوع